الرئيس السيسي يؤكد أن مصر لم تغذل الأمة العربية ولم تغذلها ودائما وأبدا في صدارة الدفاع عنها حملات جعبية للتبرع بالدم تعبيرا عن التضامن المصري مع الأشقاء الفلسطينيين رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بتحذيرات الرئيس السيسي من خطورة تهجيل الفلسطينيين السادسة ما ساء بتوقيت قغيرة أفتالك بتوقيت جرينتشا نشرة أخبارية تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حكم التاريخ وقواعد الجغرافية صاغوا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصرية ما جعل مصر دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية وفي كلمته خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية شدد رئيس السيسي على أن مصر لم تغدل الأمة العربية ولن تغدلها أبدا شعب مصر العظيم وجه حديثي إليكم وإلى كل شعوب الأرض بكلمات واضحة وعبارات لا تحتمل تأويلا إن حكم التاريخ وقواعد الجغرافية قد صاغوا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري ما جعل مصر دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية مقدمة الدماء والتضحيات بازلة كل ما تملك من أجل الحق العربي المشروع حين كانت الحرب فكنا مقاتلين وكان السلام فكنا له مبادرين لم نخزل أمتنا العربية ولن نخزلها أبدا وخلال كلمته أتدى الرئيس أسيسي على أن كل صراع لا يقول إلى سلام هو عبث لا يعول عليها وضع الرئيس أسيسي كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصد ردات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمصار التفاوضية وإدراكا مني ويقينا بأن كل صراع لا يقول إلى السلام هو عبث لا يعول عليه فإنني أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصد ردات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمصار التفاوضي تجنباً لحرائق تجنباً لحرائق ستشتعل فلن تترق قاسياً أو دانياً إلا وأحرقته مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنصيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط أكد رئيس عبد الفتاح السيسي سعي مصر للسلام واعتبره خيارها الاستراتيجية الذي يحطم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية كما أشدد رئيس السيسي على سعي مصر للحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية وأكد بشكل واضح أن سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها أن لا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ وليس بقرار نتخزه بل هو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا آملين من تعلوا أصوات السلام لتكف سرخات الأطفال وبكاء الأرامل ونحيب الأمهات ولن يتأتى ذلك إلا بتوفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين فورا والعمل على منع تظاهر الأحوال الإنسانية وتجنب سياسات العقاب الجماعي والحصار والتجويع والتهجير كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكرية مشيرا إلى ذلك يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الصدق وأكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدق فمن أجل السلام فليعمل العاملون أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي صعوبة المرحلة الحالية مشيرا إلى أن مصر تبذل جهدا كبيرا لحتواء التصعيد وتحاول الوصول إلى وقفا للاقتتال والتخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأشر الرئيس السيسي إلى حرص مصر على وصول المساعدات سواء الطبية أو الإنسانية إلى قطاع غزة في هذا الوقت الصعب نحن نبذل جهد كبير جدا جدا لحتواء التصعيد الموجود والاقتتال الموجود ونحاول نصل إلى وقف الاقتتال وأيضا التخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واتصالاتنا لا تنتهي نحن نتكلم الجميع القادة والمسؤولين وهم كمان بيكلمونا الكل مهتم واحنا حرصين على إنه المساعدات سواء كانت طبية أو إنسانية في الوقت الصعب ده تصل إلى القطاع وقال الرئيس عبد الفتح السيسي إن مصر لديها تسعة ملايين ضيف من دول عديدة جاءوا مصر من أجل الأمن والأمان والسلم والسلام وضف الرئيس السيسي أنه بالنسبة لقطاع غزة فإنه يرى الخطورة هناك كبيرة جدا لأنها تعني تصفية القضية مشددا على ضرورة أن يظل الشعب الفلسطيني صامدا وموجودا على أرضه إحنا بنتكلم وعندنا 9 مليون من الضيوف أنا زي ما بقول من دول كتير أول جم هنا مصر عشان الأمن والأمان والسلم والسلام لكن بالنسبة للقطاع أنا بقول أن الخطورة هناك خطورة كبيرة قوي لأنها تعني تصفية القضية ديت تصفية القضية ديت فمهمة قوي أن إحنا نبقى منتبهين لده أنا قلت الأول الرقم والناس اللي موجودة واللي إحنا استعبرناهم عندما كان الأمر يتعلق بمشاكل أمنية في بلاد هذه هؤلاء الضيوف إنما الأمر هناك مختلف القضية دي قضية قضية القضايا وقضية العرب كلها ومهم أن شعبها يفضل صامد ومتواجد على أرضه اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاشتركوا في القناة اشتركوا 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 في القناة من ابسط نمازج الدعم والتأييد هي التبرع بالدم احنا موجودين هنا بصفتين الصفة الاولانية كحملة رسمية للسيد المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي وايضا كمواطنين مصريين محبين للاخوة في فلسطين ومحبين للشعب الفلسطيني احنا واجبنا ناحية الفلسطينيين واجب انساني وواجب عربي وواجب قومي وواجب مصري لان فلسطين جزء من امننا القومي المصري فاحنا بندعمهم وبنشجع كل اخواتنا واسارنا للتبرع بالدم للتعبير عن التضامن الاكيد والصلب من الشعب المصري للشعب الفلسطيني ودايما التنسقية بتكون موجودة في كل الاحداث اللي بتمس حتى الوطن العربي مش بس مصر ويمكن خلال الفترة الاخيرة شفنا يعني ما حدث يعني في الدولة الشقيقة فلسطين وشفت الشعب المصري يعني اجمع كان متفاعل ازاي معا وكلنا كنا يعني عارف لو طلنا ان احنا ندينهم حتى من انا كنا نعمل ده ووجودنا النهاردة ده اقل شيء نقدر نقدمه يعني القضية الفلسطينية مش هقول بس الدولة الفلسطينية ده هي قضية العرب اجمع فلسطين موجودين النهاردة يعني احنا كنواب تنسقية شعب الأحزاب وسياسيين وأعضاء التنسقية اجمع نازلين في كل يعني محافظات الجمهورية بنجوب المحافظات علشان نتبرع بالدم لي يعني فلسطين ويمكن عايز اقولك انه اول معرفنا انه هناك يعني يوم مخاصص لتبرع بالدم لي فلسطين محدش فينا حتى اللي عنده ظرف ساب الدنيا كلها وجيه بنقول ان دي قضيتنا وستتظل قضيتنا الى ان يشاء الله والحقيقة انه تواجدنا النهاردة كان فيه حالة من التفاعل الكبيرة جدا انا سعيدة انه شوفنا التفاعل حتى من الناس المواطنين ليه التبرع اتكلمنا هنا مع المسؤولين عن مركز دم مثلا وقالوا انه من اكبر المعدلات في التبرع كانت امبارح مثلا عشان القضايا الفلسطينية ده شيء محترم يا جماعة ده شيء يقول ان مصر ستظل القائدة ستظل الدولة يعني الام زي ما بيطلق عليها يمكن ده بيجي في اطار حرص المصريين كلهم على تقديم كل سبل الدعم لاخوانهم في فلسطين طبعا القضايا الفلسطينية بالنسبة لمصر هي قضية تاريخ دعم مصر القضايا الفلسطينية دعم تاريخ ومصر قدمت الكثير من التضحيات لدعم القضايا الفلسطينية الدعم ده لا يقتصر فقط على المستوى الرسمي ولكن احنا لمسين حجم الدعم المعنوي والانساني من انقبل المواطنين المصريين لاخوانهم في غزة وفلسطين بشكل عام ويمكن حجم المشاركة اللي حريك شايفها النهاردة في حملة التبرع وبدأ ما بيعكس هذا الحرص وهذا الاهتمام من قبل المصريين ويمكن دي اقل حاجة احنا ممكن نقدمها لاخواتنا في غزة في ظل الحصار الشديد وعدد كبير من الغرحة موجود هناك بالمئات في ظل القصف المستمر وبالتالي هم محتاجين كل الدعم ودي ابسط حاجة ممكن نقدمها لهم هي رسالة كل المصريين حجم اللي قبل حارتك شايفه على التبرع بالدم سواء كان من رسميين او مواطنين عاديين هو تأكد على ان مصر الشعبية ومصر الرسمية تقف خلف الحق الفلسطيني اولا وترفض حالة الحصار المفروض على غزة وترفض استهداف المدنيين العزل واحنا كما نقول دائما في مصر قضيتنا المركزية في فلسطين وحصول الشعب الفلسطيني على حقه على اراضي الفلسطينية هو يعني في صميم اولويات الشعب المصري وانه بشكل واضح خلينا نكون واضحين نحن نرفض تصفات القضية ونرفض الحصار وده الرسالة اللي بيقدمها المجتمع المصري كله والمصريين كلهم وايضا مصر الرسمية كما قال السادة الرئيس عفتاح السيسي تحديدا نحن نرفض تصفات القضية الفلسطينية ونرفض الحصار ومنطق التجوية وليقاب الجماعي احنا دايما مصر مع فلسطين في كل الاوقات وهنفضل مع فلسطين ومع الشقاءنا في فلسطين واشقاءنا في غزة ويمكن النهاردة احنا عاملين حاجة جميلة قوي يعني تحسسنا ان احنا معاهم وان احنا بنقدم لهم حاجة ولو بسيطة بس لازم نقف جنبهم وبدا تتابعة بعد توجيات سادة الرئيس مبارح ان مصر دايما هتفضل يعني داعمها للقضية الفلسطينية والاخواتنا في فلسطين اطلقت مؤسسة حياة كريمة حملة التبرع بالدم مبارح مساء عقب خطاب السيد الرئيس فزي ما شايفين النهاردة الشعب المصري لبت دعوة وكان حضور للشعب المصري للتبرع بالدم كهداية من الشعب المصري للشعب الفلسطين انا جاي النهاردة لما سمعت ان في حملة التبرع بالدم لصالح اخواتنا في فلسطين فما كان مني الا كأي مصري ان دول اخواتي فلازم الاب بالنذاء وحتى على اقل ساعدهم بأقل حاجة احنا ممكن نقدر نعملها في حقهم موسيقى اظن رسالة التضامن مباشرة للشعب الفلسطيني ومسندته ومؤذرته في سموده ودفاعه عن قضيته التبرع بالدم رسالة قوية جدا المصريين يتبرعوا بدماؤهم من اجل اشقاهم الفلسطينيين ما فيش شك ان دي حملة مهمة جدا لنصرة الشعب الفلسطيني ده اقل شيء نقدمه لي القضية الفلسطينية في ظل الاحداث اللي احنا شايفينها هنبقى اسمين طبعا دعوة التحالف الوطني للعمل الاهلي لحمل التبرع بالدم وبدعوا من خلال حضراتكم يعني كل الشعب المصري والمجتمع المصري ان هو يبادر ده اقل شيء احنا نقدر نقدمه للقضية الفلسطينية ونصر القضية الفلسطينية ان احنا نتبرع بالدم في جميع الفرع ورسالة لكبال كبير جدا على الحملة النهاردة وياريت منتظرين اكتر من نوك تشاركونة الحملة طبعا في جميع فرع ورسالة فاحنا شغالين وان شاء الله شغالين الاخر اليوم تقوم في اكتر من 13 فرع من فرع جمعية رسالة تحت مزارة التحالف الوطن العامل الاهلي التنموي بيقوم بالتبرع من آيات من المطوعين على مستوى جميع الفرع بتاعت رسالة التحالف الوطني بدان الفرصة ان احنا نقدر نزهر بالشكل اللائق لاهلينا في فلسطين ان احنا نقدر نساعدهم ولو بحاجة بسيطة جدا وهو دم اي مصري هو دم اي مفلسطيني احنا كلنا شعب واحد انا النهاردة قررت انزل عشان نساعد اخواتنا الفلسطينيين تبرع بالدم ودي اقل حاجة ممكن اعملها فان شاء الله ان احنا ان نوفى الكمية الكافية ان احنا نساعدهم بها قررت النهاردة اجا تبرع بالدم الاهلي غز عشان يعني هم محتاجين مساعدة من الناس كتير وكده فانا حبيت ان انا اشارك بمساعدتي دي للناس التانية الموجودة هناك يعني احاول اقدم اي حاجة عشانهم محتاجين مساعدة من كل جهة نهاردة نزلين تحت راية التحالف الوطني بتوجهات الرئيس عبد الفتاح سيسي ان احنا نعمل حملة تبرعات هتتجه لغزة مع عربية التحالف الوطني اللي هتتجه لغزة ان شاء الله احتفالية طبقا لتوجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص المشاركة المجتمعية وخاصة التبرع بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني وما يحدث من احداث ودائما نظرات المستقبلية لفخامة الرئيس هي نظرات ساخبة له تعاطف كبير جدا بدليل النهاردة كله انكر نفسه نازل على تحترات التحالف الحملة دي الهدف منها مساعدة الشعب الفلسطين الشقيق في اكتياز المحنة الكبيرة اللي بتعرض لها فاحنا النهاردة كشباب حياة كريمة بنشارك التحالف الوطني لعمل الاهلي والتنموي من خلال القافلة احنا بنشارك بالتبرع بالدم ايضا بتنظيم عملية التبرع بالدم فمحافظة الإسماعيلية طبعا بتتبرع للدم للصالح الشعب الفلسطيني وكالعادة تتقلق إسماعيلية طبعا ملحمة ورانة كبيرة جدا يقودها اهم حاجة الشباب انا حضرتك جاتي النهاردة اتبرع بالدم لدي ابسط حاجة ان نعملها واقل القليل ان هو يتعامل مع اهل الفلسطيني يعني في النهاية احنا دمنا واحد فجيت بسرعة يعني بصراحة ده اقل حاجة نقدر نعملها اقل حاجة فعلا يعني نقدر نعملها نجي نتبرع بالدم ولو في حاجة افضل من كده واكتر من كده مش هنتأخر انا وعند الناس كبير في السنة اهم مش هتأخر لا 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 الثانية واحدة وخش عشر ثواني بزا نزدين بتلاثين متطوع في منطقتين بحيث نساعد اخواتنا فلسطين اللى مشحتاجين تشادي الحاجة لكتر الدم او نقطة الدم اللى احنا نساعدهم بها فى احنا كان عندنا متطوعين متحمسين بيحاولوا يساعدوا بكل الطرق بيحاولوا يشوفوا طريقة يساعدوا بيها فكان عندنا الحماس فمنجبه ما جاءت الفوصل اللى احنا ننزل فى شوارع أسيوت اللى احنا نساعد با اى حاجة نجي نهاردة عشان خاطر نتبرع بالدم اللى اخواتنا فلسطين وعشان احنا احنا بنمى مقضية فلسطينية ونحاول نساعد على كده ما نقدر فدورنا كشباب ودورنا كمواسطة حي كريمة بتوعينا ان احنا لازم ننزل ونجيب صحابنا ونبلغ المجموعات من الشباب الموجودة معنا سواء كانت في دراسة او في جامعة او في عمل لما عرفت فيه تبرع بالدم لأخواتنا الفلسطينيين نزلت انا ممراتي وولادي ونتبرع دلات انا اتبرعت ومراتي دلوقتي بتتبرع وانا بناشد كل الاهل عصيوت انهم ينزلوا ويتبرعوا بالدم لأخواتنا الفلسطينيين نزلت اتبرع لأخواتنا في فلسطين ودي اقل حاجة نقدمها لهم وجوزي شجعني جدا وقالي يلا نروح نتبرع شهد جامع الازهر الشريف وقفة تضامنية مع فلسطين عقب صلاة الجمعة وحمل المواطنون علم فلسطين مرددين عبرات تعبر عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني واهالي غزة ضد ما يتعرضون له من عدوان اسرائيلي يا ميانا واهالي يلاه الشهادة مافيش وصف لحجم الضمار اللي احنا فيه حضرت مصر في بيانة صادر عن وزارة الخارجية من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوبا وأكدت مصر على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولية الإنسانية وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطينية وأسرهم لمخطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية فضلا عن تكدس مئات الألاف في مناطق غير مؤهلة لاستعابها وطلبت مصر الحكومة الإسرائيلية بالامتناعي عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعدية لما سيكون لها من تباعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى ضوء ما هو مقرر من إحطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير طلبت مصر مجلس الأمن بالاطلاع بمسؤوليته لوقف هذه الإجراء ودعت مصر الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة دوليا إلى تدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظره بريطانية جيمس كلافرلي لمتابعة تطورات التي يشهدها قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي الفلسطيني على جبهات متعددة وأوضحت وزارة الخارجية أن محادثات الوزيرين ركزت على تناول كافة أبعاد ومخاطر تصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة بما في ذلك دعوة المواطنين لترك منازلهم والانتقال إلى جنوب القطاع حيث أكد شكري لنظيره البريطاني على ضرورة الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي العنيف والتهديد بالهجوم البرية كما أعرب شكري عن قلق مصر البالغ نتيجة ترد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة حيث جدد تأكيد على ضرورة توفير النفاذ الآمن والعاجل المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة والنأي عن تعريدهم لسياسات العقاب الجماعية من حصار وتجويع أو تهجير كما أكد شكري على مسؤولية مجلس الأمن والدول الفاعلة وذات التأثير على المسرح الدولي أن تبذل قاصار جهدها لوقف هذا التصعيد والدعوة إلى التهديئة أشهد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا بتحذيرات رئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة تهجير الفلسطينيين كما أدن أشتيا التحريض الإعلامي الذي تواجهه القاضية الفلسطينية في عدد من وسائل الإعلام الغربية 75 عام وشعبنا يعاني سياسة الحكومة الإسرائيلية والحكومات المتعاقبة هي المتسبب في كل ما يجري اليوم مطلوب من العالم ليس دعم إسرائيل بل مطلوب منه إنهاء السراع وحل عادل للقضية الفلسطينية هناك تحريض إعلامي على شعبنا ببعض وسائل الإعلام الأجنبية وتحريض من بعض المسؤولين الدوليين للإساءة لقضيتنا مما يشجع إسرائيل على التمادي بجرائمها أدعو الإعلام إلى توضيح الصورة على حقيقتها وبث الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا إن المبالغة والكذب في الصورة الإعلامية منهم هي لتبرير المجازر التي ترتكب بحق شعبنا أشهدت ماليزيا بالجهود المتواصلة التي تبذلها مصر لإصال المساعدات والتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتمنت ماليزيا حتى مصر للسلطات الإسرائيلية على وقف إطلاق النار على المناطق الحدودية ليتسنى لها نقل المساعدات للمواطنين الفلسطينيين المتضررين في غزة وتستعد ماليزيا للانضمام لدول التي سترسل مساعداتها للحكومة المصرية لإصالها للجانب الفلسطيني عبر معبر رفح ونقاط التفتيش أكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب تضابنها مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية اطلاق مبادرة للتبرع بالدم بداية من الأحد المقبل لكافة المعلمين بالأكاديمية وخريجها وصل إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء 12 طن من الأدوية والمساعدات الطبية المقدمة من الأردن تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وكدى الهلال الأحمر المصري أن مصر من أوائل الدول التي ترسل مساعدات إنسانية لإهالي غزة موضحا أن شباب الهلال الأحمر المصري يقومون بتخزين المساعدات الإنسانية وإصالها إلى غزة فور التوصل إلى الهدنة التي تقودها مصر وإهت ذلك في إطار الجهود الرسمية التي تقوم بها القيادة السياسية والمصرية لإحتواء الموقف في غزة وإصال المساعدات هذا وتشهد مستشفيات المحافظة استعدادات متواصلة لاستقبال المصابين والجرح الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة نهادة استلمنا أول شحنة من دولة الأردن الشقيقة مطار العريش لدعم المصابين في غزة وسط المطار بالفعل 12 طن 950 كرتونة مساعدات طبية وبإذن الله نحن ننتظر من كل الدول الشقيقة دعم أهلنا في فلسطين وإن شاء الله نحن متواجدين على مدار 24 ساعة لدعم أهلنا في غزة في إطار المساعدات الإنسانية اللي بتتم لشققنا الفلسطينيين تم اليوم وصول أول شحنة مساعدات إنسانية من الهيئة الخيرية الأردنية في إطار التنسيق اللي دايما بتكون مصر والأردن في طلعة الدول اللي بتجوم على خدمة القضية الفلسطينية ويمكن أول شحنة مساعدات إنسانية تمت اليوم الوصول لمطار العريش بتنسيق ما بين الهيئة الأحمر المصري والهيئة الخيرية الأردنية حوالي 12 طن من المساعدات الطبية والإنسانية تم أرسال عدد 2 طن من المساعدات الإنسانية والعدوية إلى الهلال الأحمر الفلسطيني وإن شاء الله إحنا جاهزين زي ما أنتم شايفين في الصور الشباب الهلال الأحمر المصري بيقوم بتخزين المساعدات الإنسانية وسيتم مصاله إلى الأشقاء الفلسطينيين فور التوصل إلى هدنة التي تجودها مصر لرسالة المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطيني مشهة أخبار السادسة لا تزال مستمرة معكم وتتابعوا ناس الحال الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء اليوم التاسع لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية وحزم عمارية تقدم بأوراقه أعلن المستشار أحمد بن داري رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء اليوم التاسع من الأيام المخصصة لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية وأضاف المستشار بندهري أن رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر تقدم بأوراق ترشحه إلى نهيئة النهاردة اليوم التاسع للجنة تلقي أوراق الترشح وفي تمام الساعة الثلاثة تمانية واربعين دقيقة تقدم السيد حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر بطلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وبحوزاته لكافة المساندات المطلوبة وتسكيات من أعضاء مجلس النواب 46 تسكية وعدد تأييدات 68 ألف وواحد وسبعين قيد الحصر حتى الآن وتم استلام الأوراق وبالفعل جاري حصرهم وفحصهم مع عرض على لجنة الفحص ووفقا للجدول الزمني وده نهاية اليوم التاسع ينتهي لعمل اللجنة في تمام الساعة الخامسة مساء ومستمر عمل اللجنة حتى باكر إن شاء الله في تمام الساعة 2 مساء هينتهي عمل لجنة تلقي أوراق الترشح وللمزيد من التفاصيل يطلعون عليها مراسل التلفزيون المصري رامي محمد من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات تحياتي لكم ولكل متابعين من داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في متابعة لأحداث اليوم التاسع من فتح باب الترشح لاستقبال المترشحين على مقعد رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة واستقبلت الهيئة اليوم المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بعد أن تخطى الكشف الطبي بعدد من المراكز المتخصصة بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة وبعد الإعلان عن حصوله لما يقرب من 46 تسكية من مجلس النواب من أعضاء مجلس النواب لتقدم إلى هذه الانتخابات ويستوفي كافة الشروط ومن المعروف أيضا والذي ذكر خلال المؤتمر السحفي للهيئة الوطنية للانتخابات أن غدا اليوم العاشر عند الثانية ظهرا يغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة هذا ما حدث اليوم من داخل الهيئة الوطنية للانتخابات عودة إليكم والآن مشاهدين مع آخر أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد وردائي رمزي شكرا محمد شكرا مرنة مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية يبدأ اعتبارا من غد السبت بدء تفعيل مبادرة خفض أسعار السلعة الأساسية التي تم التوافق فيها ما بين الحكومة والقطاع الخاص حيث سيتم إعفاء تلك السلع من أي جمارك أو رسوم وذلك لمدة ستة أشهر وأعلنت الحكومة عن تحديد سبع مجموعات سلع رئيسية ستبدأ في تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25% سيكون موضحا كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات كما تم التوافق أيضا مع السلاسل التجارية على أن تكون هناك وفرة في عرض السلع المستهدفة في المبادرة وبدون هامش ربح نجحت الدولة في التوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبعي للمنازل بمدن وقرى الجمهورية حيث ارتفع عدد الوحدات المستفيدة من خدمات الغاز الطبعي من 6 ملايين وحدة سكنية في العام 2014 ليصل إلى نحو 14.2 مليون وحدة سكنية في العام الحالي لما وفر هذه الخدمة الحضرية لأكثر من 62 مليون مواطن وأعلنت الوزارة وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت أن نحو 500 منطقة على مستوى الجمهورية قد استفادت ولأول مرة بالغاز الطبعي خلال تلك الفترة كما تم إدخال خدمة الغاز الطبعي لأول مرة في محافظتي مطروح والوادي الجديد يتي ذلك في إطار توجه الدولة في تيسير وإتاحة خدمات الغاز الطبعي للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجا وأيضا تخفيف العبء عن المواطنين هذا وقد وصل عدد القرى المستفيدة من الغاز الطبعي في أولى مراحل مبادرة حياة كريمة إلى نحو 814 قرية وهي الأسواق البترول العالمية حيث ارتفعت عصار النفط دولارين اثنين بعد أن شددت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على صادرات الخام الروسية ما أثر مخاوف بشأن الإمدادات في سوق تشهد شحا بالفعل ومن المتوقع أن تنخفض المخزونات العالمية خلال الربع الرابع من العام اتفع خام برينت بنسبة بلغت 2.28 في المئة مسجلة 87 دولار 96 سنة للبرميل فيما صعد خام غرب تركسس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 2.39 في المئة مسجلة 84 دولار 89 سنة للبرميل فيما ارتفعت كذلك أسعار المزوط العالمية بنسبة بلغت 3.64 في المئة مسجلة 3 دولار 15 سنة للبرميل فيما هبطت أسعار الغاز الطبعي بالنسبة بلغت 2.15 في المئة مسجلة 3 دولار 27 سنة وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ترجعت برصة الإمارات اقتفاءا لأثر الأسهم العالمية في ظل اتساع نطاق الصراعي ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين مما أثار قلق المستثمرين انخفض مؤشر دبي الرئيسي بنسبة بلغت 2.3 بالمئة مسجلة أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر اذ ترجعت غلبية الأسهم على المؤشر كما انخفض المؤشر الرئيسي لبرصة أبوظبي بنسبة بلغت 1.1 بالمئة حث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جذب بوريل الصين على معالجة الاختلالات الاقتصادية والسجارية مع الاتحاد الأوروبي وخلال زيارة له إلى بكين حذر بوريل من تسارع الجهود التي تذلها أوروبا لتقليل اعتمادها على الصين في حال عالم معالجة الصين لتلك الاختلالات مؤكدا أنه من مصلحة الطرفين إيجاد أرضية مشتركة لمعالجات الخلل في العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين الجانبين أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك أكد عدم موجود خطط لإنشاء اتحاد دولي للغاز الطبعي على غرار منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك وأضف نوفاك أن روسيا جزء من منتدى الدول المصدرة للغاز مشيرا إلى أن عمل المنتدى يتعلق في الغالب بتبادل وجهة نظر كانت روسيا قد خفضت إمداداتها من الغاز الطبعي إلى أوروبا بنحو الثلثين وسط تضاعيات سياسية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية مشاهدين نعيد هذه الجولة الاقتصادية عودة مجددا إلى مرنة ومحمد فإليكم شكرا لكم ومن أخبار اقتصاد نصل لكم إلى ختم هذه النشرة ولا تبقى ننسوا التذكرة بأبرز العنوين الرئيس سيسي يؤكد أن مصر لم ولن تغذل الأمة العربية ودائما وأبدا في صدارة الدفاع عنها حاملات شعبية للتبرع بالدم تعبيرا عن التضامن المصري مع الأشقاء الفلسطينيين رئيس الوزراء الفلسطينية يشيد بتحذيرات رئيس سيسي من خطورة تهجير الفلسطينيين وصلنا مع حضراتكم لختم نشرة السادسة نشك لكم خصوص المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة